بعيداً عن الجهود والمحاولات المتكررة لفرض عقوبات على النظام السوري من خلال مجلس الأمن تعمل الولايات المتحدة الأمريكية في الخفاء على بذل المزيد من المحاولات لتسريع سقوط النظام وذلك في وقت تشتد المعارك بين جيش النظام والجيش الحر هذا بحسب صحيفة وولستريت جورنال الأمريكية نقلاً عن مسؤولين أمريكيين وهذه المحاولات تتمثل بإقناع العراق بإغلاق مجاله الجوي أمام الرحلات الآتية من إيران إلى سوريا والتي تشك واشنطن بأنها أي الرحلات تحمل أسلحة للنظام السوري كما تحاول واشنطن منع سفن تشتبه بأنها تحمل أسلحة إلى سوريا من عبور قناة السويس إذ يجري مسؤولون أمريكيون مشاورات مع الحكومة المصرية لبحث سبل منع سفينة تدعى الأمين من عبور القناة والسفينة التي تنتظر الآن إذناً للعبور مملوكة من أحد فروع شركة الجمهورية الإيرانية للشحن ويشتبه بأنها تحمل أسلحة إلى النظام السوري ومن بين هذه المحاولات أيضاً بحسب الصحيفة نقل معلومات استخباراتية حول سوريا إلى دول مجاورة لها مقربة جداً من المعارضة السورية والجيش الحر وتتضمن هذه المعلومات صوراً من أقمار اصطناعية عسكرية وأجهزة مراقبة تكشف المواقع العسكرية السورية الأمر الذي يساعد الجيش الحر في استهدافها ترجمة نانسي قنقر